نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في الفاتكان والمهمة إنسانية تتمثل في حشد الدعم لمواجهة إداء السرطان العضال الذي فتك بابنه العام الماضي عندما زار البابا فرانسيسا الولايات المتحدة كان للشرف نصطحبه إلى المطار في فلادلفيا حينها سألني ما إذا كان باستطاعاته لالتقاء بعائلتي وقتها كنت قد فقدت ابني بسبب السرطان وفعلا تم لقاء البابا بعائلتي في المطار تمنيت حينها لو أن حضوره وكلمته وصلواته تصل إلى قلوب الآباء والأمهات والأخوات الحزينون لفقدان شخص عزيز لقد واسن بشكل كبير لا يدركه أحد حتى البابا نفسه يهدف الفاتكان من هذا المؤتمر للتخفيف من معاناة الإنسانية وإيجاد أفضل السبل لتوفير العلاجات الخلوية الحيوية لملايين الأشخاص الذين يعانون في جميع أنحاء العالم وتعزيز حوار دولي بين الباحثين والأطباء وصناع القرار لمواجهة خطر السرطان المهمشون والشباب والأطفال من ذوي المعاناة هم مصدر قلق الفاتكان لذا هم محور هذا المؤتمر الذي يسعى أن يثبت للعالم أهمية الفكرة الفذة من أن خلايا السامنة لديها إمكانية لقهر المرض والحد من معاناة عالمية وحان الوقت لإلهام الأمل للناس في جميع أنحاء العالم الذين يعيشون مع المرض وكان بايدن قد فقد العام الماضي ابنه بوه الذي عانى من سرطان الدماغ وتعهد بالسعي عالميا لتسريع التواصل إلى سبل علاج لهذا المرض وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي البروفيسور دكتور رفعة الصفاتي أهلا وسهلا فيك معنا في اليوم على الحرية أهلا وسهلا دكتور رفعة أوبشي انتشار مرض سرطان بيعرف كثير ارتفاع في الشرق الأوسط شو هي الوسائل العلمية الحالية لإكتشاف وعلاج هذا المرض عمليا فينا كثير أمراض سرطانية التي متوقعة عند شرائح معينة من المجتمع سواء فئة بالجيل فجيل معين مثل 55 وطالع نحن نعرف أنه بعلى الخطر لحدوث سرطان الأمعاء الغليظة الكولون فبالتالي في توصي للفحوصات الدورية للأمعاء الغليظة اللي ممكن تعمل الكشف المبكر والعلاج الناجع أو حتى على صعيد الثدي سرطان الثدي أو سرطان البروستاتا ونفس الشيء كمان عندنا في مجالنا في مرض الكبد أمراض الكبد المزمنة من فيروسات من تداهن الكبد واليوم 70% من المجتمع عنده تداهن الكبد كلهم بعملوا التهابات في هذا العضو هذا الالتهاب بولد مع السنين الطفرة اللي بتعمل السرطان عمليا نحن نعرف أنه لكل من عنده مرض كبد مزمن لازم نعمله صورة بسيطة والتصون مرة بالسنة مرة بالسطة شهر للكشف المبكر اللي ممكن يكون كفاية نجاعة منشان نقدر ننتهي علاجات اللي هي في قيد الشفاء ومش قصة تسكيج طب هل ممكن يعني هاي الأمراض السرطانية اللي جوء لإلها ولعلاجها عن طريق الطب الشعبي وطب الأعشاب أنا الطبيب ماني طبيب أعشاب طبيب تقليدي كل العلاجات الغير تقليدية احنا منكسمها لنوعين فيه المكمل اللي هو مدروس مع الطب التقليدي الغربي اللي هني بيكملوا بعضهم وكمان مرة أنا مش كتير خبير فيه وفيه الطب اللي هو خلينا نسميه الطبيعي اللي ما ندرس ما اتفك كسم منه أكيد فيه نجاعة أو كسم لا ما ندرس بالطريقة اللي احنا نقدر نتكبل نتائجها إذا كانت بتساعد أو ما بتساعد العلاجات المتوفرة بالدول العربية فينا نقول إنها بتواكب إلى حد ما التطور الموجود في العالم لعلاج مرض السرطان لا شك إنه فيه هون نوع من اللي خلينا نسميها العنصرية بالطب العنصرية مش بالسياسي مش بالعرك وإنما كمان بالطب ما فيش دايما توفر كل الإمكانيات سواء التشخصية أو العلاجية بكل محل وهذا الإشي بعمل نوعا من التميز ما بين الفئات المريضة في نفس المرض ومع نفس المعطيات في كل الدول الكرة البعيدة عن المدن الدول النائية عن الدول المتقدمة ومتطورة دائما في عنا هذا الإشكال فلا شك إنه بالدول العربية في محلات اللي فيها الطب متقدم جدا وفي محلات اللي هي أكل وبشكل عام ما بنقدر نخفي إنه بالدول العربية الوضع مش كما هو موجود في الدول الغربية المتقدمة ومتطورة حضرتك خصائي علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي بنا نحكي على سرطان الكبد من الفئة العمرية الأكتر ممكن معرضة للإصابة بهذا السرطان التحديد هو أكتر بالنسبة إلا مدة الزمن اللي عملت ألياف بالكبد كل ما كان الالتهاب مزمن من فيروس أو تدهن كبد بسيط كل ما مرأ كل وقت أكتر تنبنى ألياف أكتر بالكبد وهي عملية الأرض الخصبة لتطور سرطانات الكبد نحن نعرف أنه كمان الجيل بغض النظر على الألياف مثلا فوق جيل الخمسين فوق جيل الستين بزيد بزيادة واليوم أكتر شيء عم نشوفه أجيال سبعين ثمانين وحتى في عندي تسعين اللي أنه مع سرطانات الكبد لأنه تدهن الكبد بأخذ الوقت تعمل السرطانات في ناس أبكر في ناس متأخر أكتر ملناش لقيلها معادلة لكن لا شك أنه الأولترا ساوند المبكر مرة بالسنة ممكن أنه يكشف مراحل مبكرة ونمكن للعلاج لكن اللي أحسن من كل هذا الشغل أنه نعالج المشكلة الأساسية اليوم في عنا تحديثات كبيرة بعلاجات كل أمراض الكبد تقريبا الفيروسات الكبد البي في عنا كثير أدوية اللي بتقضي على فعاليته السي في عنا اليوم كفزة نوعية ثورية بالعلاجات لفيروس الكبد من نوع سي اللي عمليا بتجيب نوع من الشفاء مية بالمية من الحالات هذه الكفزة النوعية صارت بسرعة وصارت مع دفشة مثل الدفشة السياسية اللي أستعمل نشوفها بالفاتيكان فكل دفشة من الشكل إلها مرجوع جدا مهم من ناحية صحية عالمية حتى يعني دور العلاج المناعي خلينا نقول دور جدا مهم لأنه هو اللي بيبعث الأمل لدى مرضى السرطان أدي هاي التوعية أو الوعي بهذا الدور موجود عند مرضى السرطان وعند العائلات العربية فيه المناعة المناعة اللي جاي من مناعة اللي كي نمنع ونمنع لفحوصات المبكرة وهذا الاشي اللي هو قابل للتطبيق وبسيط جدا من فحص الثدي من فحص الكولوم من فحص الألتصام للكبد أو غيره هذا لازم نعمل بشكل دوري ومتوفر بكل محل تكريبا وفيه المناعي من جهاز المناعة وهون اليوم فيه كثير من الأدوية أو المخططات الإلاجية اللي متجهة لتكوية جهاز المناعة ضد المرض الخبيث ضد السرطان وبالتالي ممكن أن نحوصل من فعاليته ونقلصه أو حتى أن ننزحه ولحد في اليد بهذا الموضوع حيث أنه تم تفاهم كيف في خلايا من سمين الخلايا القاتلة هذا لازم يكتل السرطان عادة ولا سبب أو لآخر من شوفهم في أمراض الكبد وحتى شوفنا أن هذا الاشي قائم في أمراض الفتدي بيخبل شغلهن بطل يكتلوا كفاية ولكينا شو الأسباب ولكينا الشغلات الجديدة اللي بتورجي هذا الخبل وقدرنا أنه موجه له علاج جديد يعطيكم العافية